ولكن الآن إذا تحدثنا عن تشكيل هذه الحكومة ملفنا هو تشكيل هذه الحكومة الجديدة في إسرائيل ما هي السيناريوهات الأخرى المتاحة الآن أمام نتنياهو في مرحلة تشكيل هذه الحكومة أنت توقعت وقلت منذ قليل أن بن جافير بالتأكيد سيتواجد في هذه الحكومة ما السيناريوهات الأخرى المتوقعة؟ إذا ما قابل نتنياهو انضمام بن جافير على أن يهدئ من وطير غلوه وتطرفه سيحصل على مقاعد وزارية وليس مقاعد واحد هذا الأمر الأمر البديل بقى السيناريو البديل هو انضمام جانيتس جانيتس معه 12 مقعد ومعه جدعون سعار ومعه جنرال أزينكوت فبالتالي يمكن أن يقدم طوق النجاة إلى نتنياهو لكن هذا في رأيي سيناريو نظري بمعنى أن جانيتس السبق أو أن جرب التحالف مع نتنياهو وأصبح رقم 2 في الحكومة وقائم بأعمال رئيس الوزراء وهذا قلص من شعبيته بدرجة كبيرة فبالتالي لا يريد أن يعيد الكرة ولا يريد أن يلقي بطوق النجاة إلى نتنياهو ويدع الفساد يتحلف مع التطارف في حين يكون هو مع يقير لبيد يشعتيد معسكر للمعارضة قوي ويصلحه مما أفسدوه في الانتخابات يشعتيد ويقير لبيد حققوا قفزة في الانتخابات الحالية على مستوى الحزب لكن كان ذلك على حساب أنصاره على حساب معسكره فبالتالي لم ينجح المعسكر بشكل كامل في تجاوز معسكر نتنياهو معسكر لا لنتنياهو كان سيكون أقوى إذا مهتم يقير لبيد بمعسكره وليس فقط بحزبي بمعنى أنه سمح البلد اللي هو التجمع اللي هو أبو شحادا أنه هو يدخل في قايمة منفصلة فتتفتت الأصوات ولا يحصل على أي مقعد نفس الكلام مع ميرتس كان من المجدي أن يتحد مع حزب العمل على سبيل المثال حاليا أصبح العمل هو في اليسار أصبح حاليا في هامش اليسار وميرتس أصبح في هامش الهامش أي خارج الصورة وخارج الكنيسة هذا هو الذي أوصل نتنياهو إلى السلطة والتي رسميا استلم أمس التكليف ومن يوم نتطلع أن غدا الزكرة استقلال إعلان الاستقلال سنة 1888 استقلال الدولة الفلسطينية